معاكم هندساوي وفي الفيديو ده هنتكلم عن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اكيد فيه ناس كتير هتتفرج على الفيديو ده علشان تعرف عن كرية الاحلام في اول مرة هتشوفني انا النهاردة هكلمكم عن كل حاجة في الكرية وتفاصيل كتير عن كرية الاحلام وازاي تقض فيها وقت سعيد تقريبا انا جيت الكرية دي جي خمس مرات وكل سنة كنت بتعلم حاجة جديدة والنهاردة الفلوج كله هيبقى معلومات عن الكرية بس صحيت ونزلت اتماشى بدري قبل اعزان الفجر علشان اوصل الجامع واصل الفجر في الكرية لان النهاردة اخر يوم ليه في الكرية والنهاردة تاني يوم العيد كنا عام وانتم بخير وانا عاوز يتفرج على الكرية اكتر يتفرج عن خمس فججات من الابني ده يعني الخمس فيديوهات اللي هم الابني ده لان زرت اماكن كتير وتحركت في الكرية كتير وهتشوف كل حاجة في الكرية وكمان علشان تعرف تقدر روتين بتاعك ازاي لما تيجي من كرية او تصوف عموما وترتب دماغك هتعمل ايه في الاسبوع اللي تيجي فيه وتاخد بانك من ايه لو جيت الكرية هنا وهولك على مميزاتك وعيوبها وبكام الكرية اليوم والاسبوع وكل حاجة عن الكرية الاول صنع الحبيب انباك يوتيب انما عرفنيش اخوكم هندساوي القناة بتاعت بتقدم محتوى نصايح ومعلوماتكو التنباب الجامعية وازاي تكون طالب ناجح في حياتك وتكون مستعد لسوق العمل لما تتخرج وفي موجات في اماكن كتير وازاي تتبسط فيها وبقدم كرسى هندسي واللي عايز يعرفني اكتر يقدر يتفرج عن الفيديو اللي هسيبه لك فوق حالة مكان الكرية ابن مارينة 4 على طول نازق في مارينة 4 الكرية بينها وبين اسكندرية 80 كيلو وبينها وبين العلمين 8 كيلو ودي ميزة انك قريب من العلمين تقدر تنزج تشتير طلباتك وحاجاتك من العلمين بسرعة سواء اكمو شرب او كل حاجة لو معاك عربية مش هدريب لو معاكش عربية هتتضع برا الكرية وتركب اي عربية رايحة عن العلمين جاية من اسكندرية وتنزل العلمين وتتمشى وتشترى حاجاتك وترجع تاني زمان كان في جمعية جوة الكرية فيها كل حاجة باسعار كويسة ودعم الاسعار كانت زي برا تماما في اي سوبر ماركت وفي اي مكان لكن السنة دي لما جيت الكرية نقيت الجمعية دي افلت وده كانت ميزة موجودة في الكرية لكن هما السنة دي افلوها لكن ما تلقاشي في كتير سوبر ماركت موجود في الكرية وكل حاجة لكن اسعارهم اغلى حاجة بسيطة عن الاماكن العادية ان هي في بلدة يعني لو حاجة بتتبعها بعشر جنيه برا مثلا هما بالسوبر ماركت اللي موجود في الكرية بيضحها باثناشر جنيه فرق بسيط لكن هي اغلى سنة وانا دايما كنت بنزل على من يوميا اشترى حاجاتي وفي نفس الوقت كنت بغير جوه وعاوز اقولك ان اي كرية تانية جنب الاحلام الاسعار فيها اغلى من كده بكتير وفيه عندك موجود في الكرية محلات خضار اسعارها كويسة بردو ومحل فيه طعمية وملاقي زيارة للاطفال لكن مش احسن حاجة وفيه بردو مطعم بيشو السمك ومطعم بيشو الفراخ وفيه مطاعم مكافهات موجودة في الكرية باسعار معؤومة الكرية فيها مساحات خضرة كتير وزارعة وفيها طرق كتير ومنظمة واماكن كتير تقدر تركن فيها عربيتك تحت الشنيه بتاعك وترق واسعة كتير موجودة الكرية تبع اتحاد نقابات عمال مصر على مستوى الجمهورية يعني مثلا نقابة الصحة والتأمين وكذا طبعا لو انت رايح تبع النقابات دي تبتاخد دعم كويس وسعره بيكون كويس ومخافه وفيه حر برضو وبيكون سعر الشليه عام شوية سواء كنت احتوى ديوم او اسبوع او ايام براحة لكن هم مش بيسمحوا الشباب تخشوا الكرية لان الكرية دي كري تعقيمات فلازم شرط انك تكون معاك اصره ودي ميزة كويسة جدا امان من الكرية واستقرار وهدور افضل في الكرية وطمأنين ودي حاجة تودينا الميزة في الكرية وفيه بعض الناس هتشوف عيب لانها مش بتحب الهدور لكن انا بحب الهدور وشايف ان دي ميزة كويسة والكرية منورة كويس طول الليل ومن المغرب لحد اتنين بالليل بيشغل اغاني عن البحر والشلهات اللي هي قريبة من البحر وتسمع الاغاني دي اغاني هادية وشوية مهرجات المهم ان الجاو بيكون هادي وجميل تقريبا جزء كبير او من الشرهات شايف البحر او بمعنى صح التصميم ميخان البلكونات شايف البحر وشبابيك القوض اخنا بقيتة بتكون شايف البحر يهما شايف الطريق او الزرع عندك في كل بلكونة ركنة حلوة تقدر تقعد انت وقصتك في هوا جميل وشايف زرع وبحر زرق وهدوط امن واجواء جميلة عندك موجود تلفزيون ممتاز 32 بوصة تقدر تستخدم الشاشة دي انك توصل الناب بتاعك وتلعب بليستيشن لو انت عندك ناب هاتو معاك وهات الادرع وتلعب انت واسرتك هتتبسط وعندك ركنة حلوة وتربيزة كويسة قدام الشاشة وتنجاجة كويسة متوضعة تحط فيها قاتلك هتكافر وصفرة ست كراسي ممتازة او خمس كراسي تقريب ومدبق فيه نار وغاذك واطباقك موجودة في المدبق وكل Between حاج وحمام كويس ومطعم وفيها بلكونة علشان تنشر هدومك وعندك بيكون فيه قطين الاوضة فيها بلكونة واوضة فيها شاببين عو حسب ساعات القطين الاوضة بتكون فيها سرير كبير وتسرائحة واتنين كيلودين وهدلاب الحاجه والسرير بيكون كبير في الاوض واوضة فيها سرارين وهدلاب وتسرائحة وكيلو دين ومرتаг بتكون مريحة وقويسة كلناها عموما بتكون فيها تهوية ممتازة والقارية مس حتة كبيرة وممتازة تقدر تجيب في الكارية براحتك وتتمشى فيها وفيه مكان لتأجير العجل تقدر تأجر عجل انت وعيالك وتلعب براحتك وتنيف في الكارية ولو انت عندك عوامة في البيت ما تجيبهاش منفوخة تقدر تجيبها منفاسية وتنفوخها عند رجل بتاع العجل ووفر على نفسك مساحة وانت جاي وفيه فرن ايش موجود في الكارية ما تجيبهاشي اسعاره متوسطة معقولة ولو مش عاجبك لعيش ازاي موتك كده كده انت تقدر تنزل تتسوى في العلمين وتجيب نوع لعيش انت عايزك ويرجع لعيالك وها تلفكها انت عايزك واي حاجة هتجاه موجودة هناك ومش هتغيب وفيه شركة اسمها ترنيدو بتأمل كل يوم مسابقات في الكارية بعد العصر تقريبه وساعات بتأمل باللين لو المسابقة هتبقى مسابقة اسئلة تقعدوا في مكان جميل وتقعد تسحانكم وبتصفوا مع بعض وساعات المسابقة دي بتبقى يوم كرة قدم يوم كرة طايرة يوم مقاومة يوم يبقى فيوم سابقتك القصر والعينات تلعب مع بعض بيعاموه جوي جميل في الكارية فتقدر اول ما تروح الكارية بعد العصر يوم الجمعة مثلا اول يوم بيكون ليك في الفوق بتقدر توقع عال البحر وتشوفهم بيلعبوا وتسعبوا متابع معهم كل يوم حيلعبوا اليوم الجديد امتى وبيوزها جوائز جميلة عندك شاطئ متواضع مية هادية وموجود فيه كراسعة بحر وشمسيات بس دي بتتأجب وده قدر تصطاد سمك هناك زي ما شفتم في فردات اللي فاتت اصطادنا سمك مع بعض اتفرج عليها تستفاد جونا وتتمع مصر وعندك ناجي الشرطة واحد جزء من البحر على الشاطئ وبعد الشمهات وده نس جديد السماج بيكون معاك فكارية ناس كتير اول في الشرطة وده زيادة امان لي واتكاري امان عمتا طول الوقت وفيه مسجد جميل وواسع وعندك فيمتر مية جنب المسجد تروح تمنع منه مية ووفر فلوسك ما تشتريش مية لان مية الشربة من الحنفية مش احسن حاجة فتقدر تمنع وانت نازل تصلي وعندك ملعب كور 11 وخماسي وسباعي تقدر تجمع ناس وتروح تلعن هناك مجانة وبص بقى يا صديقي لو انت محترد عشان عايز يا اخت وعايز شباب وحاجات ودوشة وملاهي مية ومارجنات ودوشة والكلام ده مش هتجا ايه موجود في الكارية فانت ممكن لو انت شاد تروح مع اسرتك عادي وتسحب نفسك في يوم اللي يموم من وسط الاشبوع وتخش مارينة جنبك وايه شواء ما لانت عايزه اسرة في الجسد ورجع تاني باب بالليل مع اهلة عادي فالس وعندك حمامين سباحة موجودين في الكارية واحد اطفال وده السنة دي انا لما روحت لقيته مفهوم مش عارف كان يبعملون في تجديد بس انا عمتا مدخلت في الحمام ده خلص اسرة قبل كده لانه حمام اطفال وهان انت عندك حمام سباحة تاني ده حمام جميل جدا فيه اتنين بسين واحد لو اطفال مبينزلش فيه تقريبا عمق 40 سنتي وفيه واحد تاني وكبار بسين بيبدأ من 140 من متر و 40 سنتي لحت 2 متر بيمشوا واحدة واحدة كده تدريبه فتقدر تقوم في الطول ان انت عايزه حمام ممتاز جدا وطويل وفيه كافيه موجود مع الحمام السباحة ومطاعم والاسعار متواضعة تقدر تشتري وتكن وتتبسط انت واهلك وانتوا قاعدين وعندك موجود مكان تستحمى فيه جنب حمام السباحة وتوليونت ورسوم الحمام ده انك تخش فيه ب15 جنيه تقريبا طول اليوم بيفتح من 9 الصبح لحد بالليل متأخر لكن نزول المايا بيكون من 9 الصبح لحد 6 خلال النهار وتقدر تطلع بره وتقعد بره على كراسة وتسهر براحتك مع اهلك ولو فيه مطشات كبيرة زي مطشات افريقية او كاس العالم او كده ان حضارة كاس العالم مرة هناك في الكارية بيشغلوا شيشات كبيرة جدا في الكفهات الموجودة هناك وتقدر تقعد وتسمع عادي وتدفع حق مشروب عادي او بتشهب مشروب تريبا زي الكفهات كبيرة عادة وزي ما انا قلت لك هنا انت تقدر تنزل على مين تشتري ان انت عايزه سواء كان اسماك او ان انت عايزه باسعار كويسة او لو انت جاي ومعك عربية جاي من طريق اسكندرية تقدر تنزل مسلا اسكندرية في اماكن كتير في اسكندرية او اقربها مسلا وانت معد من العطارة تقدر تخش حتى من يمة العدم تنزل فيه في الهنوفين سوء كويس في اول الهنوفين عند العروسة تقدر تشتري منه جميع انواع الاسماك اللي موجودة في البحر واسعار كويسة جدا قبل ما توليك كارير تحطها انباك في فريزر وده كن منها طويل اسبوع ولو اعجبك انفجد واستفدت النهاردة ما تنساش تدعمني باشتراك ورايك وما تنساش تصنع الحبيب انباك يتيب انباك يتيب ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة